بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أيها الإخوة المشاهدون الأفاضل أيها الأخوات المشاهدات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم لا يخفى علينا ما نمر به في هذه الأيام حديث الناس وحديث الساعة كله عن وباء كورونا أو فيروس كورونا ولا يمكننا أن نتحدث عن أمر آخر لأنه لا بد من الحديث بشكل مستفيد عن هذه الأزمة التي نمر بها مساهمة منا في الوعي بخطورتها وبأضرارها وآفاتها وخسائرها فيروس كورونا أو جائحة كورونا في ميزان فقه الأزمات أو فقه النوازل سنتحدث عن هذه الجائحة أو عن هذا الوباء منطلاقا من هذا النوع من الفقه فقه الأزمات أو فقه النوازل فعلاً وأزمة كورونا أزمة مركبة وأزمة متعددة ليست أزمة واحدة وذلك أن هذا الوباء وهذه الجائحة مست حياة الناس في جميع المجالات وشلت الحركة للناس فمن لي كنتحدث على أزمة كورونا أو وباء كورونا نتحدث عن أزمة مركبة وأزمة معقدة جداً هذه الأزمة هي أزمة صحية وأزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة متعددة الأزمات ولهذا نتحدث عن هذه الأزمة انطلاقاً من منظور فقهي ومنظور ديني ومنظور شرعي الفقه الإسلامي أنواع الفقه الإسلامي هو أنواع ومن هذه الأنواع فقه النوازل فقه النوازل لأننا نعلم أن ديننا من خلال القرآن ومن خلال سنة رسول الله هو دين صالح لكل مكان وصالح لكل زمان وصالح لكل إنسان فلا يمكن أن تكون هناك أحكام فقهية وأحكام للحالات العادية ولا يكون هناك فقه خاص بالشدائد وبالأزمات لا بد انطلاقاً من عالمية الدين ومن صلاحية الدين لكل مكان ولكل زمان ولكل إنسان لا بد أن تكون هناك أحكام وأن تكون هناك رؤية دينية فقهية في حالة الشدائد وفي حالة الأزمات فقهاء الإسلام خصصوا الشدائد والأزمات بفقه خاص وبأحكام خاصة من حيث فهم هذه الأزمات ومن حيث التعامل معها ومن حيث تدبير وإدارة الأزمات والشدائد في حياة الناس حينما نتحدث عن أزمة كورونا نتحدث عنها من هذا المنطلق منطلق فقه الأزمات أو فقه النوازل ما هو فقه النوازل أو الأزمات هو فقه يعطينا الطريقة والصورة للتعامل في وقت الشدائد وفي وقت المحن أو وقت الفتن مهم جدا أن نعرف هذا الفقه وأن نتعامل به في الظروف التي نمر بها والظروف التي نعيشها وليس نحن فقط وإنما الناس في كل مكان والناس في كل البلدان في فقه النوازل نقسم الأزمات إلى أزمات ناتجة عن قوانين وعن سنن سماوية إلهية سنن من الله تبارك وتعالى وقوانين من الله عز وجل فما يحدث للناس هو انطلاقا من سنن الله تبارك وتعالى ومن القوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى في ملكوته وفي خلقه ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل كما جاء في القرآن الكريم السنن يعني القوانين اللي درها الله في الكون واللي تحكم حركة الأجزاء ديال الكون والحركة ديال الناس ولا يخرج عن هذه القوانين أحد من الناس المؤمنون وغيرهم كلهم يخضع لهذه القوانين الإلهية وهناك أزمات ناتجة عن سوء تصرف الناس وعن سوء تطبيقهم للمنهج الإلهي والمنهج السماوي في حياتهم في حياتهم وذلك لاتباع أهوائهم ولاتباع رغائبهم والإعراض عن ما يمليه المنهج الإلهي وعن ما يمليه العقل السليم للناس في حياتهم إذن نفهم الأزمة التي نمر بها في ضوء هذا الفهم وهذا الفقه للشدائد والأزمات التي تحدث في حياة الناس لأنه إذا لم نستوعب بشكل جيد خصوصية الأزمة ونفهم الواقع للأزمة فهما صحيحا فإن النتيجة تكون سيئة وتكون غير مستحسنة علماؤنا وفقهاؤنا الأجلاء بحثوا ودرسوا واستخرجوا من نصوص القرآن ومن نصوص السنة ومن استنطاق النصوص كلها استخرجوا لنا هذا النوع من الفقه وهذا النوع من المحددات ومن الضوابط لنتعامل بها في حالة الضرورة وحالة الشدة وحالة الإكراه أسأل الله تعالى أن تكون هذه الكلمات مفيدة وأن تلبي رغباتنا في هذه الظروف الصعبة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر